الله أكبر الله أشهد أن مولانا أمير المؤمنين عليا ولي الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي صدق الله العلي والعظيم رضا الله سبحانه وتعالى أثمن بضاعة يتمكن المخلوق من تحصيلها لو أعطيت وهذا المعنى يدركه كل مؤمن لو أعطيت الدنيا بما فيها لا تسوى إذا كان ذلك يخسر الإنسان درجة واحدة صغيرة من رضا الله سبحانه وتعالى الملائكة كم هم عظماء أعظم من أن ندرك الشياطين كم هم أذلاء أبعد من أن نتصور رئيس الشياطين إبليس تعلمون كان يعيش في أجواء الملائكة ماذا حدث حتى طرد بعبارة أخرى ما الذي أبقى الملائكة في أجواء رضا الله سبحانه وتعالى وما الذي أخرج أخرج الشيطان إبليس ما الذي أخرج إبليس من رضا الله عز وجل الله سبحانه وتعالى يقول قال الله عز وجل يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي الله عز وجل ليست له أيدي جسمانية حاشا لله سبحان الله عما يصفون يعني ماذا خلقت بيدي هذه الكلمة وأمثال هذه الكلمة تستخدم كثيرا بمعنى المباشرة بشيء خصوصا إذا نسبت إلى الله سبحانه وتعالى سؤال ما هو المخلوق الذي خلقه الله سبحانه وتعالى مباشرة من دون وساطة أي تواسطة أنا لا أتذكر وجود أي دليل على أن الله سبحانه وتعالى باشرة خلق أي شيء إلا أنوار محمد وآل محمد صلوات الله عليهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجا السجود كان لآدم أي باتجاه آدم يعني آدم كان قبلة السجود لآدم يعني السجود إلى اتجاه آدم كما أننا نقول السجود للكعبة هذا غلاط لا اللام بمعنى إلا كثير في اللغة العربية السجود كان باتجاه آدم أما السجود لم يكن لآدم نفسه في حديث شريف عن النبي صلى الله عليه وآله في مقطع من هذا الحديث الشريف يقول صلى الله عليه وآله أول ما خلق الله عز وجل خلق أرواحنا فأنطقنا بتوحيده وتحميده ثم خلق الملائكة فلما شاهدوا الملائكة أرواحنا نورا واحدا استعظموا أمرنا هؤلاء خلقوا رأوا نور واحد عظيم استعظموا أمرنا فسبحنا لتعلم الملائكة حتى لا تقع الملائكة في مشكلة الملائكة لا تتصور هذا النور هو الإله فسبحنا لتعلم الملائكة أننا خلق مخلوقون إلى أن يقول صلى الله عليه وآله فسبحت الملائكة بتسبيحنا ثم يقول النبي صلى الله عليه وآله في مقطع آخر شاهدي هذا ثم إن الله تبارك وتعالى خلق آدم فأودعنا صلبه أودعنا طبعا أهل البيت عليهم الصلاة والسلام نور وروح وجسم شيء من طينة الجسم شيء من طينة من طينة من طينة أجسامهم الطاهرة أودع في آدم فيه تفاصيل ثم ثم إن الله تبارك وتعالى خلق آدم فأودعنا صلبه وأمر الملائكة عبارة جدا صريحة وواضحة وأمر الملائكة بالسجود له تعظيما لنا وإكراما الله اللهم صلى على محمد وآل محمد وكان سجودهم لله عز وجل عبودية ولآدم النبي صلى الله عليه وآله مرة ثانية يكرر يؤكد وكان سجودهم لله عز وجل عبودية ولآدم إكراما وطاعة لكوننا في صلبه اللهم صلى الله عليه وآله 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 الذي أفقد إبليس رضا الله عز وجل أنه أبا يسجد لآدم قبلة ومحتوى يحتوي على شيء من طينة أجسام محمد وآل محمد صلى الله عليه اللهم وصلى على محمد وآله محمد تحصيل رضا الله الحفاظ على رضا الله عز وجل القيمة في هذا الكون القيمة في عالم المخلوقات هو الارتباط بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام اخواني الله عز وجل قبل أن يخلق آدم أخبر الملائكة بأنه يريد خلق الإنسان الملائكة اعترضت أو قل سألت عبر ما شئت هذه الطينة التي رأوها طينة يأتي منها الفساد الإفساد والسفك للدماء قالوا إلهي نحن نعبد الله سبحانه وتعالى هنا ما أجابهم جوابا تفصيليا جواب إجمالي قال أن يعلم ما لا تعلم بعد أن خلق آدم علم آدم الأسماء ما هي هذه الأسماء التي علمها الله سبحانه وتعالى لآدم يقولون وهذا صحيح هذا ليس خطأ أن الله عز وجل علم أسماء الأشياء لآدم علم أن اسم الجدار جدار اسم الفرش فرش اسم السيارة سيارة اسم الماكرونيا معكرونيا اسم العقال عقال اسم أسماء الأشياء علم أسماء الأشياء لآدم لا بس لكن هناك كلمات هناك قراء وأدلة على أن المقصود الأصلي لم تكن هذه الأشياء إنما الله عز وجل علم أسماء وربما بعض تفاصيل محمد وآل محمد صلوات الله عليه اللهم سبحانه على الحمد لماذا أقول ذلك لأدل وقراء أولا ثانيا ثالثا أولا ضميرهم هذا الضمير لا يستعمل عادة إلا لذو العقول غير ذو العقول وغير ما يدعى لها العقل لا يستعمل عادة ضميرهم يستعمل ضميرها يعني مثلا أقول هذا الجدار وهذا الفرش وهذه السيارة وهذا الملبس صنعتها أنا لا أقول صنعتهم ضميرهم لا يستعمل لغير ذو العقول للأشياء يستعمل ضميرها إذا جمع هنا الله عز وجل يقول ثم عرضهم على الملائك إذا كانت أسماء الأشياء كان الله عز وجل يقول ثم عرضها إذا اسم الجبل واسم الهواء واسم الأكسجين واسم الأشياء هذه ليست من ذوي العقول وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم ما قال ثم عرضها إذن هذه الأشياء التي عرضت على الملائكة هذه كانت من ذوي العقول ثم بعد ذلك أيضا يقول يأتي بضميرهم مرة ثانية يا آدم أنبئهم بأسماء عفوا فلما أنبئهم بأسمائهم أنبئهم الضمير للملائكة بأسماء هم لا بأسمائها ضميرهم هذا أولا ضميرهم يستعمل لذوي العقول إذا كان المقصود أن الخطاب لآدم علم الملائكة أسماء الأشياء كان يقول أنبئهم بأسمائها أنبئ الملائكة الملائكة من ذوي العقول بأسمائها لا بأسمائهم هذا أولا ثانيا اسم الإشارة الجمع هؤلاء اسم الإشارة هؤلاء عادة يستعمل لذوي العقول أيضا نادرا ما يستعمل لغير ذوي العقول هذا القرآن الكريم الآيات الموجودة في القرآن الكريم تقريبا كلها لعلك تجد استثناء واحد لعلك تجد استثناءين لا أعلم انثبت شيء آخر عشرات المرات كلمة هؤلاء موجودة في القرآن الكريم لذوي العقول ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني بأسماء هؤلاء هذا ثانيا ثالثا إخواني لاحظوا الملائكة إشكالهم ما هو ماذا كان إشكال الملائكة أو قل سؤال الملائكة الملائكة كانت تقول هذا الموجود هذه الطينة التي نراها هذا الخليط هذا الموجود ينتج الإفساد والسفك تجعله فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء الله عز وجل أجابهم بماذا علم آدم الأسماء ما هو ارتباط هذه الأسماء أسماء الأشياء اسم الساعة اسم الأرض الفلانية اسم البضاعة الفلانية اسم الطعام الفلاني اسم الماء اسماء هذه الأشياء ما هو ارتباطها بجواب الملائكة الملائكة ما قالت آدم لا يعرف اسماء الأشياء الملائكة قالت هذه الطينة تفسد يخرج منها الإفساد والسفك للدماء الله عز وجل أجابهم بهذا الجواب إذا كان المقصود من الجواب أسماء الأشياء ما هو ارتباط هذا الجواب والملائكة اقتنعت طبعا في البداية الله عز وجل ما أجابهم جوابا تفصيليا جواب إجمالي ثم بعد ذلك ثم عرضهم على الملائكة فقالوا انبعوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علمنا لا معلمتنا لا أن يقول وعلم آدم الأسماء كلها عفوا يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم هنا الملائكة خضعت رضيت رأت أن الجواب صحيح قال ألم لققوا لكم أني أعلم من الله عفوا وعلم نعم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقول لكم أني أعلم غيب السماوات والأرض وعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون القضية انتهت اقتنعت الملائكة اقتنعت بماذا إشكالهم كان أن الموجود يفسد ويسفك الجواب أن هذا الموجود يعلم يعلم اسم الأطعمة يعلم اسم الحيوانات يعلم أن الأسد أسد اسم الأسد أسد اسم الفرس فرس وثم مضى لا القضية شيء ثاني الملائكة عندما عرفت أنه يعلم أسماء هؤلاء الأطهار صلوات الله عليهم ويرتبط بهم من ناس الآدم سيكون في ناس الآدم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعاله اللهم صلى على محمد وآله محمد سيكون في ناس الآدم علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه اللهم صلى على محمد وآله محمد الوضع اختلف هم كانوا يعرفون أهل البيت إجمالا أنقذهم الله سبحانه وتعالى من الظلمات بسبب نور فاطمة صلوات الله عليها اللهم صلى على محمد رأوا أن هؤلاء الأطهار في نسل آدم لا المعادلة اختلفت عندما عرفت الملائكة هم ماذا قالوا قالوا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك التسبيح والتقديس عندنا لا رأوا أن في نسل آدم شخص مثل أمير المؤمنين صلى على محمد تسبيحة واحدة من تسبيحاته أفضل من ملايين من تسبيح الملائكة اللهم صلى على محمد عندما عرفت أن في نسل آدم سيكون شخص ضربة واحدة من ضربات سيفه أفضل من عبادة الجن والإنس اللهم صلى على طبعا المعادلة تختلف طبعا فهمت فهمت الحكمة خلق آدم أنتم تقولون يفسد ويسفك ليكون هذا في المقابل ماذا يوجد في نسل آدم لا ليس فقط أمير المؤمنين صلى الله عليه لا شيعة أمير المؤمنين يعني من ارتبط ارتباطا عقائديا على الأقل بأمير المؤمنين يا أخي بشر من شيعة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ليس هو المولا شيعته يجتمعون في مكان يذكرون حسب الرواية الشريفة فضائل محمد وأهل بيته صلوات الله عليهم اللهم صلى على محمد وآل محمد الملائكة تتعطر الملائكة تتعطر الملائكة الموجودة في المجلس تتعطر الملائكة في السماء تطلب أن يذهب الملائكة الذين كانوا يذهب بهم إلى ذلك المكان لتأخذ هذا العطر شيعة أمير المؤمنين تؤثر في عالم الملائكة الملائكة رأت المعادلة اختلفت ليس فقط تسبيح المولى صلوات الله عليه لا عملوا شيعته طبعا الملائكة تقتنع أقرأ لكم رواية شريفة وأكد آدم علم أسماء الأشياء نعم ولكن هذا المعنى المذكور في هذه الآية المباركة الذي كان سببا لقناعة الملائكة هذا المعنى شيء آخر هيرا أسماء الأشياء عن الإمام أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه قال إن الله تبارك وتعالى علم آدم أسماء حجج الله كلها ثم عرضهم حجج الله وهم أرواح على الملائكة كلمة الأرواح تطلق على الأنوار تطلق على الأرواح هذا معنى مفصل لا علينا به ثم عرضهم وهم أرواح على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين بأنكم أحق بالخلافة في الأرض لتسبيحكم وتقديسكم من آدم عليه السلام أنتم إذا ترون أنكم أحق بالخلافة في الأرض من آدم بسبب أنكم تسبحون بسبب أنكم تقدسون هذا كلام الملائكة كان إن كنتم تزعمون هذا الزعم أنكم أحق أنبئوني بأسماء هؤلاء هؤلاء الحجج إن الله تبارك وتعالى علم آدم أسماء حجج الله كلها ثم عرضهم وهم أرواح على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين بأنكم أحق بالخلافة في الأرض لتسبيحكم وتقديسكم أحق من آدم عليه السلام قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الله تبارك وتعالى يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبئهم بأسمائهم وقفوا يعني علموا فهموا وقفوا على عظيم منزلتهم منزلة هؤلاء الحجج صلوات الله عليهم وقفوا على عظيم منزلتهم عند الله تعالى ذكره فعلموا أنهم أحق بأن يكونوا خلفاء الله في أرضه وحججه على بريته ثم غيبهم غيب هذه الأنوار غيب هؤلاء الطاهرون صلوات الله عليهم هؤلاء الطاهرين ثم غيبهم عن أبصارهم عن أبصار الملائكة العبارة عجيبة واستعبدهم بولايتهم استعبدهم الملائكة واستعبدهم بولايتهم ومحبتهم اللهم أسل على المحمد العظم عند الله عز وجل بمحمد وآل محمد صلى الله عليه اللهم أسل على المحمد اللهم أسل على المحمد القيمة الحقيقية بحبهم بولايتهم برضاهم أؤكد برضاهم رضا الله عز وجل الذي هو أثمن بضاعة يتمكن المخلوق من تحصيلها رضا الله ورضاهم أكثر من نصف شهر رمضان انقضى ولكن في النصف الباقي العظمة الباقي أعظم من الماضي من شهر رمضان فيه في الباقي ليالو القدر تحصيل الرضا الله عز وجل الذي هو رضاهم بالضبط صلى الله عليه خصوصا في شهر رمضان الذي هذه البضاعة الأثمن هذه البضاعة التي هي أثمن بضاعة تحصيلها في هذا الشهر أسهل أسهل بكثير حتى في العبادات الاجتماعية من روائع شهر رمضان هذه الزيارات هذه اللقاءات هذه الصلة للأرحام الصلة للإخوان هذا التواصل للإنسان يرى هذه الوجوه الطيبة هذا من أرواع ما في شهر رمضان حتى هذا لا يكن أن نتعود على هذه الأمور لا أنا أذهب لزيارة أخي المؤمن لديوان إخواني المؤمنين لأن الله عز وجل يحب ذلك يعني أنه القربة أنا في الطريق أقول إلهي أنا لأجل الرضاك أذهب أنا أعلم أن آل رسول الله صلى الله عليه وآله يحبون هذا الشيء الإمام حلف أنه يحب تلك المجالس أتجلسون وتتحدثون الإمام يحب هذا الشيء قالوا والله إني لا أحب تلك المجالس مضمون الرواية الشريفة أو يمكن نص الرواية الشريفة أنا أذهب لأجل هذا الشيء لتحصيل رضاهم الذي هو رضا الله عز وجل الارتباط بأهل البيت قيمة الملائكة بهذه الفارق بين الملائكة العظماء وبين الشياطين هذه النقطة رضاهم بالارتباط به عظمة آدم كان لأجل هذا الشيء هذا الشيء الذي أدركته الملائكة أيضا فيما بعد أقرأ لكم حديثين شريفين أختم بهم كلامي حديثين مختصرين أتذكر أنني سابقا قرأتهما لعله في مجلسين منفصلين في هذا المسجد المبارك تذكيرا أنقل أنقل هذين الحديثين الشريفين الحديث الشريف الأول عن الإمام أبل حسن موسى بن جعفر عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله النبي قال في هذه الكلمة ثلاث ثلاثة مطالب قال رسول الله صلى الله عليه وآله المطلب الأول والعبارات متشابهة ثلاث مطالب طبعا المطلب الثالث مرتبط بشهر رمضان المطلب الأول رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي اللهم صلى على محمد وآله المطلب الثاني رغم أنف رجل أدرك أبويه عند الكبر فلم يدخلاه الجنة المطلب الثالث مرتبط بشهر رمضان رغم أنف رجل دخل عليه شهر رمضان ثم انسلخ خرج شهر رمضان قبل أن يغفر له الكلمة الثانية ذكرت لكم أن ذكر الصلوات على محمد وآل محمد صلوات الله عليه وآله في هذا الذكر الشريف أمور مراتب أولا هو أصل الصلوات ثانيا والصلوات له قيمة الشيء الآخر الذي له قيمة زيادة قيمة رفع الصوت بالصلوات اللهم صلى على محمد وآله محمد وآله كما ورد في الرواية الشريفة المطلب الثالث أنه كلما كان الصوت بالصلوات أرفع وأشد من غير أن تجهد نفسك كما في صحيحة زرارة على ما ببالي ثوابه أعظم اللهم صلى على محمد وآله محمد وعجل فرجه رابعا الذي ورد في روايات عديدة الاكثار من الصلوات اللهم صلى على محمد وآله محمد ذكرت لكم قبل أسابيع لعله بعض الروايات الشريفة في هذا الرابع الاكثار في خصوص شهر رمضان هذا أيضا مؤكد عليه أقرأ لكم مقطع قصير من خطبة النبي صلى الله عليه وآله التي خطبها على أبواب شهر رمضان لعل الخطبة كانت بداية شهر رمضان أو بدايات شهر رمضان أو أواخر شعبان في مقطعا من هذه الخطبة الشريفة قال صلى الله عليه وآله من أكثر فيه في شهر رمضان من أكثر فيه من الصلاة علي ثقل الله ميزانه يوم تخف الموازين اللهم صل على محمد وعلم محمد وعلم محمد نسأل الله سبحانه وتعالى ببركات الإمام المجتبى ولازلنا في أجواء مولده الشريف نسأل الله سبحانه وتعالى ببركات أمير المؤمنين والأيام المقبلة مرتبطة بالمولى أمير المؤمنين صلى الله وسلم عليه وعليهم جميعا بحق هؤلاء الأطهار بحق أعظم خلقه أعظم أنواره بحق هؤلاء الذين لهم الشفاعة المطلقة بحق هؤلاء الذين لهم القيمة المطلقة بحق هؤلاء الذين جمع الله عز وجل وأحصى فيهم كل شيء اللهم بمحمد وآل محمد اغفر ذنوبنا كلها اللهم بحق محمد وآل محمد لا تخرجنا من شهر رمضان إلا بغفران الذنوب اللهم بمحمد وآل محمد لا تخرجنا من شهر رمضان إلا بتحصيل رضا مولانا وسيدنا بقية الله الأعظم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل اللهم فرج مهدية آل محمد اشتركوا في القناة